السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقوم بحل أسئلة قصيدة وطني للشاعر جورج صيدح للطلاب البكالوري العلمي والأدبي في المنهاج السوري مهارات الاستماع ما موقف الشاعر من غربته كما باد لك في النص الجواب الإحساس بالضياع والمرارة والأسع السؤال الثاني ما أبرز ما أرق الشاعر المهاجر الجواب الشوق والحنين لمرابع الصبع والشوق لمحبوبته وعدم سماع أخبارها الآن سوف ننتقل إلى مهارات القراءة ما الدوافع وراء هجرة الشاعر عن وطنه الجواب ضيق العيش وطلب الرزق والاكتفاء السؤال الثاني اذكر من النص مظهرين من مظاهر معاناة الشاعر في غربته الجواب ضيع العمر في سبيل تحصيل المال وأنين الشاعر عند تذكر المحبوبة أما الاستعاب والفهم والتحليل وضح المعاني المختلفة بكلمة ربع الجواب أهل البيت وقوم الرجل والدار وما حول الدار والحي والوسيط القامة والموضع الذي ينزل فيه زمن الربيع أما السؤال الثاني حدد الفكرة العامة التي بني عليها النص مستفيدا من المعجمين اللغويين السابقين الجواب الحنين للوطني ومرارة الغربة السؤال الرابع من ملامح مأساة الشاعر ترك الوطني والأهل عنوة وضح ذلك من فهمك المقطع الأول الجواب ضيق العيش وانقطاع أسباب الرزق دفعت الشاعر إلى ترك الوطني ومفارقة الأهل فتولد لديه الأشواق المحتدمة وأفجر يا نبيع الحنين المترعة بمشاهد الطفولة وأطياف المرابع القديمة السؤال الخامس يبرز الانتماء إلى الوطني عميقا قويا في المقطع الثاني هاتي مظهرين لذلك الجواب جعل الوطني بمنزلة الوالد وأشعره باليتم عند مفارقته ومفارقة الوطني هي مفارقة روح الشاعر لجسده أما السؤال السادس بلغت معاناة الشاعر ذروتها في المقطع الأخير وضح ذلك الجواب انقطاع أخبار المحبوبة وزيارة طيفها له قوصلته إلى ذروة الانفعال فاشتدت معاناته وازدادت لوعته أما السؤال السابع بدأ الشاعر مقاطعه الثلاثة بوطني ماذا لا تذلك برأيك الجواب استحضار الوطني والتأكيد على قرب الوطن من قلبه وتعلقه به السؤال الثامن استخرج عددا من القيم الواردة في النص وصنفها وفق الجدول قيم وطنية مكانة الوطن العالية في قلبه أو الإعجاب بوطنه ومفارقة الوطن عنوة أما قيم مجدانية تمني لقاء الأحبة مجددا والشوق للأحبة والقيم جمالية مر العيش يحلو في الوطن وضيع العمر في سبيل تحقيق الأمان فراق الوطن هو فراق روحه لجلسده قال الشاعر المهجري إلياس فرحات نازح أقعده وجد مقيم في الحشى بين خمود واتقادي كلما افتر له البدر الوسيم عضه الحزن بأنياب حدادي القديم فينادي أين جنات النعيم من بلادي وازن بين هذا المقطع والمقطع الأول من النص من حيث المضمون ثم أذكر معللا إلى أيهما تميل التشابه كلا الشاعرين يرى وطنه مكان الألفة والجمال أما الاختلاف صيدح نار الشوق والأرق دائمة في قلبه إلياس فرحات نار الشوق في قلبه تضعف وتزيد المستوى الفني تتوزع الجمل الخبرية بين فعلية واسمية في البيتين الثالث والرابع صنفها وفق جدول الآتي الجمل الفعلية غاب شاطئ الرقني جرت الوظيفة الحركة والاستمرار أما الجمل الاسمية فيه ربعي فيه جنات والرزق جمد وكلما الرقني فيه رقد الوظيفة الثبات والاستقرار السؤال الثاني استخرج من المقاطع السابقة ثلاثة أساليب إنشائية متنوعة ثم بيّن خدمتها للتعبير عن المناخ الانفعالي الأكثر حضورا في النص الجواب وطني عبرت عن تعلق الشاعر بوطنه أين أنا عبرت عن القلق والاضطراب النفس الذي يعيشه الشاعر هل دار الدهر عبرت عن غربة الشاعر الروحية السؤال الثالث ما الضمير الذي أكثر الشاعر من استعماله في النص وما علاقة ذلك بالنص الجواب الضمير المتكلم يدل على انتماء الشاعر لوطنه وتصوير حالته الذاتية ناتجة فراق الوطن استخرج من البيت السادس تشخيصا وبين وظيفته في تجلية المشاعر وتدفقها أدعوك أبي وظيفة الإيحاء أوحة الصورة تعلق الشاعر بوطنه كما يتعلق الأبن بأبيه وشعوره بالكسر والحرمان عند مفارقته فكثر الشاعر من استعمال الطباق استخرج من النص مثالين الطباق اجرت وجمد يوضح الطباق معاناة الشاعر من خلال إبراز التناقض الحاد بين وفرة الخيرات وانقطاع رزقه لنهب المحتلين تلك الخيرات جزر ومد يوضح الطباق معاناة الشاعر من خلال إبراز التناقض الحاد بين البعد عن الوطن وتمن العودة إليه الرقاني ورقد يوضح الطباق شدة شوق الشاعر من خلال إبراز التناقض الحاد بين حال الأحبة الذين ينعمون بالراحة وحاله التي لا تعرف طعم النوم نجح الشاعر أم أخفق في خلق التأثير في الشار باستعمال الخيال والمحسنات البديعية ألل إجابتك الجواب نعم نجح الشاعر في ذلك حيث أنه لم يبالغ باستخدام الخيال والصور المحسنات البديعية بل جعلها في خدمة المعنى فطغط العاطفة والانفعال النفسي في تعبيره عن قسوة الاغتراب السؤال السابع استعمل الشاعر روي الدال الساكنة بين الملاءمة الإقاعية لذلك مع الحالة الوجدانية التي يعبر عنها الجواب شكل جزء من الوحدة الموسيقية وهو ذو قيمة تعبيرية متلاحمة مع نفسية الشاعر وحالته الوجدانية المتعطشة للوطن وهو يعزف على أنغام حزنه السؤال الثامن اغتنى النص بعناصر الموسيقى الداخلية مثل لكل منها استعمال حروف الهامسة والتكرار في قوله التاء والصاد والحاء والسين البيت العاشر والتكرار في رسط في البيت الثاني وتكرار حروف المين في البيت الثاني عشر التطبيقات اللغوية ادرس مبحث الصفة مستفيدا من الحالة الواردة في البيت الثاني غاب خلف البحر عني شاطع كلما أرقني فيه رقد كلما أرقني في محلي رفع صفة اقرأ البيت الآتي ثم نفز النشاط الآتي فتجشمت لعنى نحو المنى وتقاضان الغنى عمرا نفد هل دار الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد استغرش فاعل كل من الأفعال الواردة واذكر نواه الغنى اسم الظاهر التاء المتحركة في تجشمته والدهر اسم الظاهر والضمير المستتر في الفعل فرقنا والضمير المستتر في الفعل فرقنا ثالثا حاول الفعل الوارد في الجملة الآتي الى صغة المبني المجهول ثم اضبط الجملة بالشكل فرق روحا عن جسد فرقت روحه عن جسده أما السؤال الرابع اذكر مصادر أفعال الآتية تجافى تجافي ترتدو ارتداد أباحو إباحة ورسة رسوان على الكتابة الهمزة الأولية في إلماما وأدعوك واهتدع إلماما همزة خطع مصدر رباعي أدعوك همزة خطع لأنها همزة مضارعة اهتدى همزة وصل لأنها ماضي خماسي ويكتب كلمة شاطئ في صيغة المثنى ثم اجمع وعلل كتابة الهمزة شاطئان همزة متوسطة كتبت على النبير لأن حركتها الفتح وما قبلها مكسور والكسر أقوى يناسبها النبير شطئان اجتمعت الهمزة مع الألف الساكنة في الأسين الآن قد انتهينا من دراستنا لحليل الأسئلة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر أجرس لأسألكم كل جديد من حل الأسئلة لطلاب البكالورية العلمي والأدبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته